مصطفى جويش ابوه معرفش ابوه اللمه بقول لك يعني خطة احمر شعار خرج الخبراء المحلون على الفضائيات المصرية في محاولة للتطويع وتفريغه قدام حضرتك اهو بيتكلم على محور ديلفيا برضو وانا بقول له بقول له اسمه محور صلاح الدين لو انتو بقى يعني ناس يعني بتفهمه اسمه محور صلاح الدين يجي الحقير الحرامي الحرامي محمود وهبة الاخواني اللي هربان في امريكا وانا بقول له بوضوح مش بقول اي كلام بقول بمعلومات اخواني سرق فلوس البنوك المصرية وشركات حريجي الاخطان المصرية وهيرف في نيوركا عامل فازعيم بقول لك احنا عايزين نعمل دولة في المهجر واحد اسمه حزيفة عبدالله عزام بيقول عرضه قدمه للنظام المصري يعني حشوف المبلغ اللي انتو عايزينه عشان تفاح المعبر بقول لها دكتور حزيفة انت جاهل يا دكتور حزيفة انت جاهل جهول ابو جاهل لانك انت غير امين في كلامك وانت مدلس في كلامك وتغريداتك المعبر المصري مفتوح والاخوة الفلسطينيين حتى قارد حماس يعرفوا هذا الكلام اللي هم راحين جايين على مصر كل يوم في مباحثات معشان الهدنة وعشان 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 محدش يزايد على موقف مصر محدش يزايد على موقف مصر خاص هذا الهموش الالكتروني والناس المرتزقة القواعد اللي قاعدين عاجزين انا عايز اعرف بقول كل دول اللي قاعدين محمود حسين ورجالتو اللي في اسطنبول وعبد الحق ورجالتو اللي موجودين في لندن قاعدين بتعملوا ايه اطلعوا كده وروني نفسك وعملوا مظاهرة قدام عشرة داولينج ستريت في لندن واطلعوا وعملوا مظاهرة قدام السفارة الاسرائيلية في اسطنبول ولا في انقرة وقولوا انها تسقط يسقط نتنياهو اقولوا هذا لو انت عندك جراءة لو انت عندك وزر الدم لو عندك وزر رجولة اطلعوا وعملوا هذا الكلام في لندن وفي اسطنبول او يلا حزموا حقائبكم واطلعوا للجهات في سبيل الله في غزة انتو شغالين قاعدين بس تويتات وكل واحد فيك وبيقنع نفسه انه هو خلاص يعني قدم عليه انه يقول جهاد وقتال وابو حزيفة والسنوار ابطال ورجال فلسطين صامدون وكمان مصر غلطانة والسيسي كذا وكذا وكذا لازم يحطوا الاتنين ببعض عشان يعمل التوليفة بتاعته يدي قصة ويطلع برضو الناس عمليين يتكلموا على مصر والمحلل السياسي مش عارف اسمه ايه اسمه يا ابني محلل السياسي بيطلع في الجزيرة السمه يا محل خلينا نشوف يعني احمد عبد العزيز انا عايز افكر المعجبين باداء وصمود وبسالته ونبل المقاومة الفلسطينية من العلمانيين واليسارين والليبراليين وكل كره ما يسمى الاسلام السياسي ان هذه المقاومة اسلامية خالصة لا علمانية ولا يسارية ولا ليبرالية فرعن انها نشأت وتأسس على ادبيات الاخوان المسلمين ذلك الاسم الذي تكرهونه وتلعنونه وتمنون زوره من الوجود لا نهضة ولا تحريق ولا حرية ولا انعطاق اللي على ايدي هدي النوعية المجاهدة اللي زيك كده اللي زيك كده يا بعير احمد عبد العزيز رجل يظن انه من اهل الجنة وهو لا يعلم انه في الدرك الاسفل ان شاء الله من النوع ان شاء الله لانه بيضل الناس الراجل ده احمد عبد العزيز ده كان مستشار محمد مرسي اعلامي هو مش عارف ايه وبتكلم كده وانا عندي بنت شهيدة وعندي ابني كذا وعندي كذا وكذا وكذا احاكول له عزيز ابنيته بقولك يعني قل هل ننبئكم بالاخسرين اعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا زيك كده وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة لو انت صادق اطلع ورغز وارينا ان انت عمل بس تكتب وتشتم قليل الادب لسانك طويل سافل مش متربي رغم كبر سنك والمفروض يعني ارحم شيخ خقتك لكني لان افعل تكلم على احواري مع زميلنا حسام الغمري وقال انه انا كنت شكك فيه انه كان وكان ومكنتش برضه تضلوش وكان بييجي وكان 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 وانا طب انت يا راجل يا ناقص لما انت كنت شكك فيه انه كان مزروع عندكم تقعد تسع سنين معاه ومعندكش حتى قدرة او قوة انك انت تقول يا جماعة يعني انت انت انسان مهزوم من الداخل مهزوم من الداخل يعني انا لو شايف واحد خلية كده بيرقبني ولا شايف واحد مزروع ده انا افرمه ده انا امسكه افرمه ده انا لازم اعمل اجيب اصله وقراره اما انت قاعد بقى وعمل فيها وبتقول上 انا مش بستريح له وفي 3 اربعة مش بستريح له وبقول انت لازمتك ايه ده انت مش قادر تهش الزباب من على وشك زي ما بتقول يبقى مش لازم أصلا مهزومه انت قاعد في تركيا وعملت الكلم على مصر اخرص إلى يوم الدين ولكن من الله أيضا ما تستحق جمال سلطان نفس القصة كلم برضو على دور مصر في الفترة الحالية وكله عملي هاجم مصر لكن انا بقول مصر قدمت وتقدمت حينما تأخر كل الناس مبادرة مصرية زي ما كنا متكلم أول مبارح مع الدكتور محمد فاس فرحات في عندي إطار مبادرة إطارية جدنا كل مع الجانب الفلسطيني أعدنا معه الحماس والجهاد والسلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي مع الشريك الأمريكي والقطري وكل الأطراف يتواصلوا مع كل الناس خدنا كل واحد طلباته إيه حطناها على ورق أعدنا نزبطها وبعدنا كل الناس ردوا علينا ما يردوا انت طبال ورد ده دور مصر ده دور مصر وبقول تاني انه ده قدري قدري جغرافية القدر الجغرافي لمصر الدور الجغرافي لمصر فاسبنا عندي نعمل إيه لو أنا موجود في حتة بعيد خالص لو أنا مكان جنوب أفريق يعني هطرد الصفارة والسافر وهقطع العلاقات سهلة جدا على فكرة جدا وارفع كمان قضية في محكمة العدل الدولية والجنائية لكن أنا قدري إن جوه البيت أنا لازم يكون عندي تواصل مع الكل أنا مقدرش أخاصمه أنا مقدرش أخاصم الناس دي عشان أنا بقعدهم مع بعض وبحل المشكلة ترجمة نانسي قنقر